مساء الخير بقيت اليوم المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي اللي رافقوا كتلة هوائية باردة أجواء عموما كانت باردة في معظم المناطق كان في تساقط لزخات من الأمطار في مختلف المناطق لحد اليوم الساعة تقريبا تنتين ظهرا في غرب عمان كانت نسبة الهطول 13 ملي متر على سبيل المثال الليل متوقع أنها أجواء تكون باردة بشكل واضح عم نحكي على 8 درجات مئوية غدا ترتفع قليلا درجات الحرارة ولكن تبقى أقل من معدلاتها السنوية ارتفاعات متتالية كما نشاهد على درجات الحرارة إلى النص اليوم الخميس تقريبا تعود الأجواء إلى دافئة ولكن دافئة نسبيا ننتبه حتى بالليل خلال الأيام القادمة درجات حرارة متدنية وأجواء باردة خرائط الضغط الجوي عمالة بنشوف أنه المنخفض الجوي اللي أثر على المملكة يبتعد عن المملكة ولكن خلال 24 ساعة القادمة تبقى المملكة تحت تأثير بقايا هذا المنخفض وبقايا الجبهة الهوائية الباردة اللي أثرت علينا الليلة عموما بشكل تدريجي تقل نسبة الهطول هطول الأمطار بشكل تدريجي أجواء باردة أجواء غائمة جزئيا في معظم المناطق ولكن هذه الليلة متوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية بغض النظر إن كانت في المناطق الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية وأيضا تشكل الضباب بشكل واضح في السهول الشرقية غدا ترتفع قليلا درجات الحرارة ولكن تبقى أقل من معدلاتها السنوية تقريبا بين 6 إلى 8 درجات مئوية الفرصة بالضل موجودة لتساقط زخات من الأمطار ولكن خاصة في المناطق الشرقية من البلاد وننتبه في المناطق المنخفضة من تشكل السيول بسبب غزارة هذه الأمطار لا ربما درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد تكون كتالي وأبدأ من العقبة من 15 إلى 23 درجة مئوية أجواء غائمة كما نشاهد ودرام 9 إلى 19 أيضا أجواء غائمة معان من 6 إلى 16 عم نشوف درجات حرارة متدنية رأس النقب على سبيل المثال 5 درجات هذه الليلة أجواء شديدة البرودة وغدا 12 درجة مئوية نستمر البتراء من 8 إلى 15 الشوبك 4 إلى 12 والرشادية من 5 إلى 11 درجة مئوية نشوف الطفيلة من 7 إلى 14 ورصافي من 18 إلى 24 خلال النهار درجات حرارة معتدلة هناك الكرك من 8 إلى 14 درجة مئوية وأيضا ظهور لسحب على ارتفاعات مختلفة نشوف وادي الموجب 16 إلى 22 البحر الميت من 19 إلى 24 درجة مئوية ودرجات حرارة هناك معتدلة مادبة 8-16-4-17 في منطقة مطار الملكة علياء الدولة نشوف أيضا درجات حرارة متدنية مرج الحمام من 7 إلى 14 درجة مئوية وظهور لبعض الغيوم سوارح 7-13 لفحص من 8 إلى 16 درجة مئوية السلط الليلة 9 درجات غدا نتصل إلى 17 درجة عجلون من 8 إلى 16 درجة مئوية راسمونيف من 7 إلى 12 نكمل إلى إربد من 10 إلى 17 نتوقع في المناطق الشمالية تساقط زخات من الأمطار في جرش من 10 إلى 18 درجة مئوية مناطق غرب عمان عم نشوف من 8 إلى 15 مناطق شرق عمان من 8 إلى 17 17 في الزرقاء متوقع يكون تساقط للأمطار كذلك الحال في المفرق من 6 إلى 18 وممكن أيضا يكون تساقط لزخات من الأمطار المناطق الشرقية من البلاد الرويشد من 7 إلى 15 وحكينا ممكن يكون أيضا في المناطق الشرقية تساقط لزخات من الأمطار في الصفاوي من 7 إلى 16 درجة مئوية وأيضا تساقط الأمطار الأزرق كذلك الحال من 8 إلى 16 والنشرة الجوية ننهيها بمنطقة الجفر من 6 إلى 17 درجة مئوية أطيب التمنيات إلى اللقاء